تفعيل المراقبة الطبية عن بعد عوض ما كان معمول به سابقا بهدف التكفل الأمثل بالمؤمنين لهم اجتماعيا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة إجراء جديد تعمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء على تفعيله لتسهيل الإجراءات على المؤمنين الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مراكز الدفع والمراقبة الطبية فيها جراحة القلب، جراحة القصطرة، الولادة متكفل بها أيضا على مستوى العيادة الخاصة ومستقبلا ستكون أيضا تعاقد مع المؤسسات الاستشفائية أيضا الكبرى أنه يقدر المواطن يمشي لها وفيها أيضا خدمات متعلقة بتصفية الدم وبغرض تطوير الخدمة الطبية سواء تعلقت بجراحة القلب أو التوليد في العيادات المتخصصة المتعاقدة مع الصندوق سيشرع قريبا في التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية الكبرى مع طرح خدمات طبية جديدة أن المراقبة الطبية تتم بين الصيدري والطبيب عن طريق إلكتروني المنتسب يكون في عين المكان أنه تقع العملية مباشرة إلكترونية ويعطي الموافقة إلكترونية ويأخذ الدواء أن تعب لا يعلم بالمراقبة طبية وكان الصندوق قد وضع باقة متكاملة من الخدمات الرقمية تحت تصرف المشتركين المنتسبين إليها تمكنهم من الحصول على مختلف الأداءة والخدمة عن بعد وتجنبهم التنقل لمختلف المقرات والمراكز